السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم اذا الفيديو اليوم سوف نرى فيه متفقين تتمة درس المساحة المربع والمستطيل السؤال رقم 7 وعيدوا انشاء المستطيل ABCD في دفتاري يعني هذا المستطيل سوف نعود الرسمه في الدفتار من بعد نحسب المساحة سهلا ناخد ورقة ونبدأ ونرسمه فيها المستطيل اذا شحال فيه في الطول 7 سنتيمتر ناخد مسترة ديالي ونحترم ندير 7 سنتيمتر العرض شحال فيه 3 سنتيمتر اذا هنا سوف ندير 3 ندير 7 ندير 7 ونرسمه 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 اسمه المستطيل ABCD هنا 3 سنتيمتر هنا 7 سنتيمتر نحسب المساحة دياله اس شنو كتقول ليه كتبوية بتيتال فو غرانتال ليهي سبعة فو تلاتة ليهي واحد وعشرين سنتيمتر مربع اذا المساحة دياله واحد وعشرون سنتيمتر مربع نتفقين؟ نسؤالي من وراه انشئ مستطيلا مخالفا ولكن عندو نفس المساحة اذا هنهي سهلة خاصني شوف شي حاجة اخرى شي عدد في شي عدد كتاني واحد وعشرين نحن عافين بلي سبعة في ثلاثة تتعطينا واحد وعشرين ميدا بخاصني شي عدد اخر نتفقين؟ نحن ندير شي حاجة شي حاجة تتعطينا واحد وعشرين واش كينا؟ نفكره مزيان واش كينا؟ ما كين شي عدد غادي نضربو؟ شي عدد اخر يعطينا واحد وعشرين من غير سبعة في ثلاثة اذا هل يمكن ايجاد مربع له بعضا؟ انشئ مستطيلا مخالفا له المساحة نفسها اذا هنا ممكن نقدر ندير مثلا نتفقين خمسة في أربعة فاصلة جوج ندير العملية ندي أربعة فاصلة جوج ندربها في خمسة خمسة في اثنان عشرة ونحتفظ بالواحد خمسة في أربعة هي عشرون دائد الواحد هي واحد وعشرون فاصلة كانت من بعد الرقم اذا عطتني واحد وعشرين ونجي ونبتل المستطيل الزيالي لونك هي خمسة مع أربعة فاصلة جوج تنفيني أربعة فاصلة جوج ها أربعة فاصلة جوج نتفقين هنا كدلك خمسة وهنا هي أربعة فاصلة جوج نكتب هنا أربعة فاصلة جوج وهنا هي خمسة خمسة في أربعة فاصلة اثنان تساوي واحد وعشرون سنتيمتر مربع وبهذا المستطيلة ما لهم عندهم نفس المساحة دابا سؤالي من وراه هل يمكن إيجاد مربع له المساحة نفسها واش نقدروا لقاء مربع عنده نفس المساحة إذن باش نلقاه خاصني شي عدد نضربه في نفسه ويعطيني واحد وعشرين وهدي ما كيناش عدد في نفسه تعطيني واحد وعشرين ما كيناش إذن هل يمكن إيجاده؟ لا عالي الجاوبي شنو قدر نقوله؟ نتفقين شنو قدر نقوله بالنسبة العالي الجاوبي هو أنني مايمكن لياش نلقى شي عدد اللي غادي نضربه في نفسه نتفقين جداء لنفس العدد يساوي واحد وعشرون لا يوجدوا يعني جوابك لأنهم لا يوجدوا لا يوجدوا تفقين نتفقين جداء لنفس العدد ويساوي يساوي يساويش حال؟ يساوي واحد وعشرون ما كينش عدد غادي نضربه في نفسه وغادي يعطيني واحد وعشرين نتفقين؟ إذن من كلش نقى مربع عنده تهوى نفس المساحة السؤال الرقم 8 أحسب وأقارن بين مساحتي المربع A والمستطيل B هذا المربع والمستطيل سنحسب ونقارن المساحة ديالهم كديرا السؤال اللي من وراه ما هي مساحة المثلة ABC أول حاجة سنحسب المساحة كي نحسب المساحة ديال المربع كنحسب هاد الدلع وكنضربه في نفسه إذن شخافين من المربع؟ 1 جوج 1 جوج 3 4 5 6 7 8 إذن هندير شنو؟ هندير S تساوي ثمانية نتفقين؟ فاش غادي نضربها؟ هندربها في ثمانية نتفقين؟ وثمانية اللي أضربتها في ثمانية شح لاتعطيني؟ هتعطيني 64 سنتيمتر مربع نتفقين؟ نك 68 سنتيمتر مربع ونكتبها هنا يا نك S تساوي ثمانية في ثمانية تساوي 64 سنتيمتر مربع دبع نبر المستطيل شح لفيه في الطول؟ 1 جوج 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 دونك S تساوي 16 في 1 جوج 3 4 إلا دربت 16 فاربع شح لاتعطيني؟ 4 في 6 24 نحتفظ 4 في 1 4 زائد جوج 5 6 دونك اعطتني شح لاتعطيني؟ 64 سنتيمتر مربع إذا نكتب هنا ستساوي 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 شح لاتعطيني؟ 64 سنتيمتر مربع كنلاحظوا بلي المساحات ديالهم مالهم تساويين دابا غدي نحسبو المساحة ديال المثالة A B C وكذلك المساحة ديال المثالة E J K غدي نقاد المثالة الاخر حتى هو E J K تخي بيا دونك المساحة ديال المثالة A B C كيف ما كتلاحظوا معايا؟ شنو كتساوي؟ كتساوي النص ديال المربع إذا نندي الربعة وستين على جوج وهذا حتى وكتساوي النص ديال المستطيل إذا ندير الربعة وستين على جوج وربعة وستين على قسمعها على جوج و rausены الاثنين وثلاثين إذا، هات المثالة A B C كي ساوي المتالة E J K حل 입age غا نільки نقاد نكتب S ديال المثالة ديال المثالة A B C كتساوي S ديال المثالة E J L كتساوي 64 على جوج كتساوي ثلاثين سنتيمتر مربع نتفقين مزيان إذن دزول آخر سؤال رقم 6 رقم 9 بقى 10 بقى 11 و 12 و 13 و 14 إذن السؤال رقم 9 أرسم ثلاث مستطيلات محيط كل نتفقين محيط كل منها هو 24 سنتيمتر نتفقين نرسم ثلاثة ثم أحسب مساحتها مساحاتها نتفقين نحسب المساحات إذا كان للمستطيل المحيط نفسه فإن لها المساحات نفسها وهنا نجاوب واش صحيح أو خطأ نتفقين نبدأ أول حاجة بالرسم ديال المستطيلات دونك مثلا قلنا 24 24 بش نحصله على 24 إذن هنا أول حاجة اللي خاسكم تركزوا معي فيها هي المحيط ممكن للمحيط شنو قاعدة ديالو كيقول له في المحيط طول زائد العرض في 2 نتفقين يعني خاسني دبط طول زائد العرض ونضربو في جوج أخذ ورقة خاسني شي عدد نديد علي عدد آخر أبخي نضربو في جوج عدد يعتني 24 إذن شنو العدد اللي كندربو في جوج عدد 24 هي 12 نتفقين إذن خاسني واحد العدد زائد واحد العدد يكون كيساوي 12 كذلك هنا كذلك هنا ممكن نقدر نختار مثلا نختار 8 زائد 4 8 لازلت على 4 كتساوي 12 12 أبخي لدربتها في جوج عدد 24 خاسني عددين وحدين آخرين نقدر نختار مثلا 9 زائد 3 9 زائد 3 كتساوي 12 و12 في جوج كتساوي 24 نقدر نختار مثلا 6 لا ما قدرش نختار 6 نقدر نختار مثلا 7 زائد 5 7 زائد 5 كتساوي 12 12 كتساوي 24 ونبدأ الرسم إذا اللي أولاني 8 زائد 4 إذا 8 هنا وهنا تكون حال 4 بالا 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 جوج كثاوي 24. النمر الثاني عندي تسعود مع ثلاثة تسعود مع ثلاثة ثلاثة تسعود زائد ثلاثة تساوي ثماش نضربها في الجوج اتعطينا اخر واحد هو السبعة زائد خمسة سبعة مع خمسة هنا سبعة وهنا خمسة سبعة زائد خمسة إلا دربتها في جوج تساوي أربعة وعشرين إذا هادو كامل المحيط ديالهم تساوي أربعة وعشرين ولكن دا بيشنو خاسني نحسب خاسني نحسب ناوستيلو أحمر خاسني نحسب المساحة ديالهم دا بيشنو خاسني نحسب المساحة ديالهم أرسم ثلاث مستطيلة محيط كل منهم أربعة وعشرين تشي درنا؟ ثم أحسب مساحتها دا بيشنو خاسني نحسب المساحة ديال هلا المساحة شمو كتقول لي اس تتقول لي ال كبيرة فو ال صغيرة موك هي ثمانية فو أربعة وثمانية فربعة هي ثمين وثلاثين سنتيمتر مربع كذلك هنا كتقول لي تسعود فو ثلاثة تسعود فو ثلاثة تساوي سبعة وعشرين سنتيمتر مربع والاخرانية تقول لي سبعة فو خمسة وسبعة فخمسة تساوي خمسة وثلاثين سنتيمتر مربع نتفقين؟ إذا كال لي المستطيلات المحيط نفسه واش إلا كال لي هم المحيط نفسه واش المساحة كتكون نفسها؟ لا لونك ها ما عندهم المحيط نفسه ولكن المساحة تواحدة ما كتش بها الأخرى إذا غادي نقولو خطأ نتفقين؟ سؤال الرقم عشرة أرسموا نتفقين؟ أرسموا مربعا مساحته واحد ديس متر مربع وبداخله أرسموا مربعا دلعو خمسة سنتيمتر وألونه ثم أحسب مساحة الجزء غير ملون واخ تبعوا معايا هنا لونك أول حاجة رسم مربع مساحة دياله واحد ديس متر مربع هالديس متر خصني نحولها لسنتيمتر باش نحولها تعتني هي عشرة سنتيمتر مربع هنتش جدول ديالي لونك المتر ديس متر لا مشي بلات لا ديس متر وصنتيمتر مربع وعاد الميلي متر مربع هياك اذا واحد ديس متر هاهيه باش نحولها لسنتيمتر خصني نزيد جوج أصفر اذا هي مياه نتوقين اذا خصني رسم مربع ماشي مربع اه مربع للمساحة دياله شحال ميات سنتيمتر مربع ميات سنتيمتر مربع اذا مياه خصني نلقى شي حاجة اللي كنضربها في نفسها وكتعطيني مية شن هو هاد العدد هو عشرة لونك عشرة إلا دربتها في عشرة هتعطيني مية وبهذا غادي نجي ونشد السيلو ديالي نتابقين أرسم المربع ديالي اللي فيه في الطول عشرة وفي العرض عشرة وكذلك هنا عشرة نتابقين نتابقين عشرة نتابقين 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 ما أعطوني نفس مية ماشي مشكلة دونك اس ديالوج حكا تساوي مية سنتيمتر مربع لو هتلبوا مني وسط منه أرسم مربع اللي ادلع ديالو خمسة سنتيمتر إذا نعجي شتمي ستارة ديالي وندير مثلا هنا خمسة سنتيمتر ها هي نخد ستيلو أخر باش يجي فرق ها هي من هنا هلا خمسة خمسة اي ووالا وانك هنرسمت وسط منه مربع أخر اللي ادلع ديالو خمسة سنتيمتر هادا قبلك ندلع ديالو شحال عشرة سنتيمتر ثم أحسب مساحة الجزء الغير الملون بعد اللون هادا طلبوا مني نحسب المساحة ديال هادا إذا أول حاجة المساحة ديال المربع كام العرفة هي 100 سنتيمتر خاصني نحسب المساحة ديال هادا لونك هي خمسة في خمسة اللي هي خمسة وعشرين وباش نعرف دك شي اللي بقاليا هنا يكفي أنني ندير مية ناقص خمسة وعشرين أتعتيني خمسة وسبعين سنتيمتر مربع إذا بالفرنسي ولا بالعربية 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 إذا مساحة الجزء الغير ملون هي خمسة وسبعون سنتيمتر مربع نتفق إذا سنمر نكتبوها هنا بعيدا خمسة وسبعين سنتيمتر مربع والشرح ديالا رح عندنا في الورقة الأخرى إذا ندوزو الأدعم مكتسباتي عنا سؤال رقم 11 يقول أحسب مساحة المربع الذي دلعه ثلاث سنتيمتر فين هو المربع الذي دلعه ثلاث سنتيمتر هو هذا مربع إذا المساحة دياله شنو غد ندير غد ندير ثلاثة في ثلاثة ثلاثة في ثلاثة الجزء الملون المخدش ماشي الملون ما كانت ملون زيته من عندي إذا الجزء المخدش الجزء المخدش وهذا لونك أنا كامل في تسعود إذا خصني أول حاجة نحسبها تشوية لي هنا من بعد نقصه من تسعود وغادي نلقاش حال إذا أول حاجة اس بي شحال كتساوي واحد في جوج واحد في جوج كتساوي جوج سنتيمتر مربع من بعد غد ندير تسعة ناقص اثنان كتساوي ليش حال سبعة سنتيمتر مربع إذا مساحة الجزء المخدش هي سبعة سنتيمتر نتفقين سؤال رقم اثنى عشر أعيد إنشاء المستطيل أبس دي أحسب محيطه ثم مساحته يعني غد نعود نرسمه من بعد نحسب المحيط دياله والمساحة دياله شحال هونك غد نعود نرسمه بعده نشوف شحال فيه في الطول هونك فيه خمسة وفي العرض ثلاثة ونص هونك غندير هنا ثلاثة ونص والطول حال جلنا خمسة هونك غ realization هونك غير ذلك وهنا ثلاثة ونص شنو درت وانك هيا ثلاثة ومس وهنا ثلاثة ومس اوكي وانك غربتهم مع بعدياتهم اهنا درت مستطيل ديال اسمته A B C D خاتني نحسب المحيط ديال المحيط شنو كيقول لنا المحيط كيقول لنا وانك هذي ثلاثة وهذه السبعة ثلاثة فاصلة خمسة المحيط كيقول لك هي سبعة زائد ثلاثة فاصلة خمسة فوجوج هدا المحيط دياله نتقل المحيط ثلاثة زائد سبعة فاصلة خمسة ثلاثة ربعة خمسة ستة هي ستة فاصلة خمسة فوجوج حكا تساوي لي جوج في خمسة عشرة سوف نحفت بواحد جوج في ستة ثلاثة زائد واحد هي تلتاش مونك هي تلتاش سنتيمتر متافقين دابا خاسني شنو نحسب خاسني نحسب المحيط يكون بسنتيمتر دبا خاصني نحسب المساحة اللي كتقول لي اللي هي سبعة في ثلاثة فاصلة خمسة سبعة في خمسة شحال خمسة وثلاثين نحصفت بثلاثة سبعة في ثلاثة شحال دبا واحد وعشرين تنين وعشرين ثلاثة وعشرين 24 وفاصلة بعد الرقم وهنا هي سنتيمتر مربع إذن أنا حسب الدباية محيطة ديارو لقيته 13 سنتيمتر والمساحة ديارو لقيتها 24.5 سنتيمتر مربع دا باش نطلبوا مني مساحة المثلاث دونك هاد المثلاث هو النص ديال المستطيل إذن أنا دي 24.5 أنقسمها على شنو على جوج نتبقين دونك هي شحال دونك هي واحد جوج فاصلة جوج خمسة نشرح لكم كيفاش قسمتها دونك الخمسة إلى قسمتها لجوج سوفوا فاصلة خمسة قسمتها لجوج هي سوفوا فاصلة خمسة وعشرين 24 لقسمتها لجوج هي 12 نتبقين إذن نمر دا بس سؤال رقم 13 شنو كي قلنا السؤال رقم 13 جوجو دي سين سور مون كايي 3 ريكتانك دي فاران de même R 36 puis je dessine un carré ayant la même R نطلبه من الرسم في دفتار ديالي ثلاثة المستطيلات ثلاثة يكون عندهم نفس المساحة اللي هي 36 من بعد الرسم مربع تكون عنده حتوى 36 إذن هنا ياخديت ورقة نتفقي شنو خاسني ندير أول حاجة خاسني نقلب على جوج الأعداد شي عدد كنضربه في عدد آخر تيعطيني 36 أول واحد هو تسعود في 4 نونك تسعود في 4 شاكت ساوي 36 نتفقي خاسني جوج آخرين نونك جوج آخرين كين 12 في 3 نونك 12 إلا ضربتها في 3 شحالة تعطيني 36 كذلك كين 18 في جوج نونك 18 إلا ضربتها في جوج حتى إيش حالة تعطيني 36 نتفقي إذا هذو 3 ديال المستطيلات كاملين المساحة ديالهم متساوية ولكن طول العرض ديالهم كيختلفوا نتفقي إذا نحاول نرسمهم أم بدا بآخر واحد لي طويل شوية نونك يجيني في حالة كده واو ما عديش يجيني في هذا الصفحة يسي غدي يجيني نونك 18 مع الجوج إذا نونك هذه هي 18 من هنا حتى هنا وهنا خستني ندير جوج لونك هايا جوج كذلك في الجاة أخرى جوج إيه نربطهم وهنا سالية المستطيل الأولاني اللي فيه 18 على جوج نتفقي لونك 18 وهنا يا جوج ثاني فيه 12 على 3 ونك ندير 12 هلا هيا 12 من هنا وندير 3 في العرض لونك فين جا 3 هيا هلا لانا مش روز من الجاة أخرى 3 هيا ونربطهم مع بعدياتهم نتفقي دونك فيه هنا 12 وهنا يه 3 هذا المستطيل واحد بغضون هذا المستطيل الجوج بقية المستطيل الثالث غدي نرسم تسعود مع 4 دونك فينه يتسعود قد هكذا 4 في العرض ولا 4 في العرض تخيبية دونك تسعود وهنا 4 وكملين S ديالهم تساوي 36 S تساوي 36 والثالث كذلك S تساوي 36 وارا كيف جاوب 3 نتفقي دا باش نطلبوا مني نرسم مربع اللي عندو حتى هو المساحة دياله 36 سوف نديرها سهلا لونك المربحنا عارفين بلقد الطول قد العرض هنا خس يكون واحد العدد سوف نضربه في نفسه ويعطيني 36 كيف هو هذا العدد والستة لونك إذا قدرت تستاوي ستاوي 36 إذا نشوف كيف نرسم كيف نرسم هنا لونك ندير ستاوي في العرض وستاوي طول ونرسم بلون مغير باش يجي مختلف لونك هاي استاوي سهلا كذلك استهلا إيه استهلا وانا رسمت مربع لقياس درعيه 6 والمساحة ديالوش حكا تساوي 36 متفقين تبعتوا معي مزيان اذا دابا غاد نشوفو اخر تمرين ودابا نقدر نقول اخر تمرين في هذه الصفحة دونك جو كالكول لغ دي 3 ركتانجل 1 اي 2 اي 3 اجو غمبلي لتابلو دونك عندي هنا مستطيل واحد ومستطيل جوج ومستطيل ثلاثة طلبوا مني نحسب المساحة ديالوهم سهلا عارفين احنا المساحة نديرو لالانجر فوالالغجر يعني الطول فوالعرض دونك غدي نبدأ ندير الطول فالعرض دونك اللي ولا شنو عندي ندير بعه غدي ندربها في جوج فاصيلة 5 دونك 5 4 لدربتها في 5 شحكا تساوي 20 اذا ندير سافر ونحتفت بالجوج وربعة لدربتها في جوج 8 زائد جوج هي 10 والفاصيلة كينة هنا اذا ايضا اعطتني هي 10 والوحدة سنتيمتر مربع نتفقين تانية خسنين ضرورة نحولها الديسيمتر هي 10 سنتيمتر وعشرة اللي ضربتها في 5 هي 50 سنتيمتر مربع تالتة هادي ميليمتر خسنين نحولها حتى هي باش نحول من الميليمتر لسنتيمتر كارجع باللور اذا هي 0.2 لنشرحها لكم في الجدول لنك عندي المتر ديسيمتر سنتيمتر والميليمتر اللي اوقع لك ارجع يادك لنك عندي انا يا جوج والا عندي جوج ميليمتر بغيت ارجع على السنتيمتر غدي ارجع بصفر بحالة كده نتفقين نك 0.2 نضربها في 3 نك 3 في جوج حال 6 اذا ندير 6 3 في صفر صفر نك هي 0.6 سنتيمتر مربع نتفقين وبها الطريقة كنكون سأليت معكم الفيديو دياليوم نتمنى بزف 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 تكونوا فهمتوا معايا وعجبكم الحال عجبكم الفيديو إلا عجبكم ما تنساوش تخليوا لايك وقلوا لي كيف جاكم في فيديك كومنتر ونشوفكم في فيديوهات جداد إن شاء الله صلى ولي فرصكم بزف بزف بسلام عليكم